السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالمجرد والاشتراك في القناة السلام عليكم هلا شباب ان شاء الله في هذا الفيديو سنشاهد طريقة تسجيل المكلمات الهاتفية في سامسونج وهواري برنامج تسجيل المكلمات في سامسونج هذا البرنامج من شركة سامسونج كما تعلمون ان جوجل اوقفت خاصية تسجيل المكلمات وعندما نبحث في الانترنت او نقوم بالذهاب الى جوجل بلاي لنقوم بتنزيل تطبيق تسجيل المكلمات نلاحظ ان هذه التطبيقات غير فعالة او يوجد بها مشكلة معينة التشويش مثلا او ما الى ذلك في هذا الفيديو كيفية تسجيل مكلمات هاتفية سامسونج وهواوي انا قمت بتجربة هذه الطريقة لازدارات اندرويد 8 و 19 وحتى قمت بتجربة هذه الطريقة لازدارات اقل من اندرويد 8 معلومة فون قناة تهتم بما يخص الاجهزة الذكية والهواتف المحمولة شباب هذه الفيديوهات تأخذ مني الكثير من الوقت والجهد فاذا كانت هذه اول زيارة لك على القناة اتمنى التكرم بعمل لايك واشتراك في القناة ودعم للوصول الى 100 الف مشترك وتكون انت اخي من الاشخاص الذين تساعدوني للوصول الى هذا الهدف شباب تابعوا الفيديو للنهائي لان هذه الخطوات مركبة بعضها فوق بعض انا ساقوم بشرح خطوة خطوة لا تستعجل لان يوجد بعض الاشياء يجب تفعيلها بعد تثبيت التطبيق حتى يتم تفعيل تسجيل المكالمات اول هذه الخطوات شباب ان تقوم بالذهاب الى صندوق الوصف اسفل الفيديو بجانب عنوان الفيديو يوجد سهم صغير تقوم بالضغط عليه وتنتقل الى صندوق الوصف جد رابط خاص بسامسونج ورابط اخر خاص بهواوي انا ساقوم بشرح الطريقة الخاصة باجهزة سامسونج لاني لا امتلك جهاز هواوي اذا كان جهازك هواوي تقوم بالضغط على الرابط الخاص بهواوي وتقوم بمتابعة الخطوات بعد الضغط على الرابط الخاص بسامسونج تنتقل الى هذه الصفحة تنزل الى الاسفل تبحث عن رابط تطبيق تسجيل المكالمات تضغط على الرابط تنتقل الى هذه الصفحة ننتظر قليلا ويمكن ان يظهر لك السماح بتفعيل ملفات الارطبات فقط تقوم بالضغط على كلمة السهم بعد ذلك نقوم بالضغط على هذا السهم كما تشاهد لتحميل هذا البرنامج إذا لم يتم تنزيل التطبيق نقوم بالضغط هنا كما تشاهد وبعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة حسنا وعن كافية تثبيت هذا التطبيق تذهب إلى ملفاتي بعد ذلك إلى ملفات الأبكي أو تجده في وحدة تخزين الداخلية تذهب إلى الدولود وتقوم بتثبيت التطبيق نقوم بالضغط على كلمة تثبيت بعد ذلك نقوم بالموافقة كما تشاهد وبعد ذلك نضغط موافق ثم موافق ونضغط السماح ثم السماح وبعد ذلك نضغط التالي التالي إذا ظهرت لك هذه القطوات تقوم بالضغط على الخدمات التي تم تثبيتها ثم ECR وتقوم بتفعيل التطبيق الآن شباب بعد تثبيت التطبيق نذهب إلى لوحة الإشعارات كما تشاهد ونقوم بالضغط على الثلاث نقاط ثم ترتيب الأزرار ونقوم بالسحب تضع التطبيق في المكان الذي يناسبك على سبيل المثال في هذا المكان وتضغط كلمة تم الآن الخطوة التي ذكرتها سابقا تقوم بإلغاء التفعيل وبعد ذلك تقوم بتفعيل هذا الخيار مجددا تقوم بإلغاء التفعيل وتقوم بالتفعيل مرة أخرى كما تشاهد هذا هو التطبيق المكالمة الصادرة والمكالمات الواردة والمكالمات الهاتفية وإذا قمنا بالضغط هنا تظهر لنا هذه الخيارات يمكن تصفح هذه الخيارات الإعدادات الخاص بالتسجيل وما إلى ذلك تنزل إلى الأسفل وتقوم باختيار الشيء الذي يناسبك طبعا إذا أردت الاطلاع على المكالمات المسجلة تذهب إلى ملفاتي وحدة التخزين الداخلية وبعد ذلك تنتقل إلى التطبيق وتلاحظ أن المكالمات المسجلة في هذا الملف أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الرجاء لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته